أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام كابتن فروز الزمالك يدخل هذه المباراة بقائمة منقصة كل من طبعا جزولد فريرا المدير الفني والوينش وعبدالغاني وسامسون ونضاي وشيكا ودونجا وزكريا الوردي وفتحي وفتو حفوان وعبدالشافي وسيف الدين جزيري هل ستكون المباراة صعبة أمام نادي الزمالك اليوم؟ يا أنا أكيد المباراة صعبة أنا شاف الفترة اللي فاتت الزمالك كان بيشتغل بشكل كويس وبعدين حصل إصابات قللت من الكفاءة والإنتاج بتاعها في الملعب بشكل كبير نتمنى اللعبة دلوقتي اللي بتاخد فرصة بتاعتها تثبت وجودها موجودة في الملعب بيكون بديل كف للعب المصابين لأن فيه لعبها هتبقى مصابة لفترة أطول وكل الفرقة بتبقى معرضة لفترة طويلة في الإصابات أنا شافي أن أردنا نادي الزمالك اعتمد بشكل كبير جدا على الصفقات الجديدة يعني الصفقات الجديدة النهاردة لازم تكون بقى موجودة في الملعب بتلعب فريق المصري إيه بجلال بيفكر كويس بيركز كويس بيبقى منظم في طريقة الأداء بتاعه كمال في التشكيل حيلعب على دي مبركز حيلعب على المفاتيح بتاعتنات زمالك أداء نات زمالك الجماعية أداء نات زمالك حيلعب على المكسب ونت بتلعب مباراة النهاردة كان بطولة يعني المبركز كله مبركز مبطولة بتاخد منها الهدف اللي انت عايزه تروح لتنقل للبطولة اللي بعادية أو للدور اللي بعادي فانا شايف الزمالك النهاردة لازم حيكون مركز بشكل كبير لازم تاخد الفرصة لازم تثبت وجودها الزمالك من بداية المباراة يعبر على الشخصية إنه لسه كاسبانة الكاس السنة اللي فاتت يعبر على شخصيته السنة دي إن شاء الله من بداية المباراة على الكاس ترجمة نانسي قنقر